مساء الخير جميعا نرحب بكم في المنبر التقدمي في ندوة بعنوان البرلمان الجديد التحديات والفرص يتحدث فيها نائبا كتلة التقدم الرفيقان عبد النبي سلمان والسيد فلاح هاشم يتحدثان فيها عن التحديات اليومية في العمل البرلماني والملفات التي ناقشها البرلمان والتحديات الماثلة أمامه نبدأ بسيد فلاح تفضل في البداية خلال هذه الشهرين اللي مرت من العمل البرلماني استطيع الإنسان بالذات من خلال مشاركتي في هذه التجربة نستطيع أن نقول أن هناك قضايا لاباس بها الواحد استطاع أن ألم بها في هذه الفترة القصيرة لأن الأساس ممكن الواحد يبدأ حديثا حول التحديات أمام أي برلمان في العالم في أي دولة في العالم هو استطاعته تفعيل دوره في الرقابة والتشريع وتأمين المشاركة الشعبية باستثمار كافة الأمكانات المتاحة سواء على مستوى التشريع أو الرقابة المتعددة لأوجه هو التقييم وتقييم السياسات العامة من التعزيز دور هذه المؤسسة وهو البرلمان بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وأشدد على هنا المرحلة حط تحتها أكثر من خط إنما يماجه المؤسسة التشريعية بمجلسيها في هذا الفصل التشريعي هو ما تواجهه البلاد من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية توجب على المؤسسة التشريعية إن تتفاعل معها بدنامية على أرض الواقع سواء على المستوى التشريعي أبرى مشروع برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب أو قانون الميزانية أو مشاريع القوانين التي ستعرض على المؤسسة التشريعية المصادقة عليها أو عبر تفعيل الأدوات الرقابية البرلمانية من السؤال في الاستجواب وغيرها ما تمر به البحرين من أزمة وعلى جميع الصعد هي ليست وليدة اللحظة هي تراكمات سبقت حتى عام 2011 وهي نتاج لمعالجات غير حصيفة لمشاكل تسبب جزء كبير منها التراجعات التي مررنا بها خلال السنوات الماضية وما نشهده من تراجعات على صعيد العمل السياسي والحريات العامة والذي يترافق مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وزيادة العجز في الميزانية العام وتنامي دين العام إلى مستواليات غير مسبوقا نعكس على حياة المواطنين ولذلك فإن إيجاد أو التوصل إلى معالجات لتبعات ما ذكرنا تمثل إحدى التحديات التي تواجه المجلس التشريعي والحكومة معا فتنامي أعداد العاطلين وتدني الخدمات العامة في الصحة والتعليم والسكن والبنية التحتية في الشوارع ومشاريع الصرف الصحي وغيرها عدا تدني مستوى العمل السياسي وضعف بناء مؤسسات المجتمع المدني وتغييب دورها كل هذه الأمور تتطلب تعاون وتوافق بين أعضاء مجلس النواب من جهة وكذلك مع السلطة التنفيذية من جهة أخرى في كل يوم على صعيد مكاتبنا كنواب نتلقى عديد أدد كبير من الطلبات والشكاوي والمراجعات من المواطنين الذين ضاقت بهم سبل الحياة مما يواجهونهم مصاعب في السكن والعمل والخدمات الصحية والتعليم سد عليها من نتج عن الإجراءات والقرارات التي زادت على كاهلهم تكاليف المعيشة من طراء برف الأسعار والمحروقات والكهرباء والغاء الدعم عن السلعة الغذائية في هذه الحالة يتطلب لتحقيق أي منجز للعمل بالتوازي في الحقول يعني مجموعة من الحقول الواحد محتاج أن يعمل عليها بمتوازي في الجانب التشريعي أعتقد يتطلب تشخيص مكامل الخلل والضعف سواء على المستوى الإداري أو التشريع بالقصور في القوانين والتشريعات والتي لغيابها تتكرر المخالفات أو التجاوزات وتناسل الأزمات خذ مثال على ذلك الزياد المضطرب في عداد البطالة يعني نعتقد بأننا محتاجين إلى تعديل قوانين العمل بالذات وقوانين سوق العمل بصورة خاصة نحن نعرف أن التعديلات التي حدثت على قانون العمل مثلا في 2012 رفعت أي حماية عن العمل البحريني للأمانة هناك في مشروع كذلك مثلا مثل ما تواجه الطبقة العاملة بتدني الأجور أو حتى تعسر أو عدم دفع أجورها في الأمانة أنه في الجلسة قبل السابقة أقرر المجلس النيابي مشروع قانون يلزم في الحكومة أو يضع آلية إلى آلية أعتقد بتكون أنسب في مراقبة دفع الأجور وهو تحديد آلية محددة بدل ما كان يقرر القانون أن دفع الأجور بآلية المتعارف عليها أصبحت آلية محددة وهي سوف تكون آلية الدفع إلى البنك مباشر مما يهيئ إلى السلطة التنفيذية مراقبة دفع الأجور فهذه خطوة أعتقد أن هي بتكون في الاتجاه الصحيح على الأقل هناك طبعا حقيقة في عدة أسئلة موجهة من بعض النواب إلى الوزير العمل مثلا وفي مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العمل أعتقد هذا في الاتجاه أن معالجة ما نتج عنه من هذه الغياب أو قصور في التشريعات الخاصة بسوق العمل أو بالعمالة في وزارات أخرى مثلا نحن ممكن نعرف في وزارات ويئات مثلا كمثال تقرير ديوان الرقابة المالية يمكن معظم الناس تتحدث عن آلية تعامل غير فعالة مع تقرير ديوان الرقابة المالية بتفعيل الرقابة أنا أعتقد هناك مجال آخر ليس فقط في الرقابة وإنما في التشريع تكرار المخالفات يعني في وجه آخر إن هناك تشريعات نخصة لا تحد أو لا توجه سواء كان في التشريعات كقرارات إدارية عند الوزارات أو تشريعات قانونية أعتقد ممكن معالجتها في هذه الأمور أو متابعتها طبعا نحن ممكن في الرقابة أيضا على البرلمان من ضمن التحديات التي تواجهها جاءت أن الميزانية مع الحساب الختامي مدى التوافق ما تم أقرار خاص سابقا في الميزانية السابقة مع الحساب الختامي وما تم إنجاز المشاريع هذا إذا ما استطاع البرلمان ومثل ما يعني في الجانب السياسي يعني لا بد من بناء تفاهمات وتوافقات حول أولوية المرحلة عبر رؤية واقعية للبدء في خطوات تنتج عنها معالجات لهذه القضايا الشائكة ببلورة مقاربات جديدة لأساليب العمل والتفاعل مع الوضع السياسي بما يتناسب مع حجم البرلمان ووزنه الوطني ووفقا لرؤية تساهم في تطوير صلاحيات وإداء المجلس التشريعية والرقابية عبر تعديل لائحة داخل المجلس مثلا وتعديل القوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية بما يؤمن مشاركة جميع المواطنين في العملية السياسية بجميع مستويات أنا أعتقد أن هناك في نقص وجهة نظري هناك في قصور في هذه القوانين اللائحة الداخلية تقيد جدا عمل النواب في عدة مفاصل في عدة بنود يعني أعتقد من ضمن التحديات التي تواجهنا نحن كبر كنواب في الوقت الحالي هو العمل على تعديل اللائحة لأنها مثل ما قلت هي تعيق جدا في كثير من بنودها أو موادها تعيق عمل النواب العلاقة المجتمعية وهذا أعتقد موضوع مهم أن يكون ما بين المواطنين وتوثيقها يعني ما بين البرلمانيين والمواطنين وتوثيقها عبر التواصل المباشر والمستمر وعبر التعاون وتوثيق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير التشريعات لتساهم وتدعم دور هذه المؤسسات في تأدية دورها المنشود كلنا يشهد بأن انحسار دور مؤسسات المجتمع مدني مؤسسات المجتمع مدني هي مؤسسات رقبية على أداء حتى البرلمان كذلك تفعيل دورها وتقوية دورها أعتقد أننا في حاجة إليه مهم التواصل أعتقد التواصل بين النواب ويالجمهور أو مجمع المواطنين في إحنا شاهدنا يمكن في فترات معينة كان هناك لدوات أو في دورات أخرى في فصول تشريعية كان هناك لقاءات حتى جامع هيريا بين بعض النواب والمواطنين شاهدنا خاصة في الفصل التشريحي السابق تقريباً يكاد أن ينحسر لدرجة يبتعد بعض النواب السابقين عن لقاء الناس يعني سواء كان في الندوات العامة أو ما يجعل حاجز ما بين المواطنين إضافة هو ليس فقط حاجز هو بعد المواطنين والمؤسسات المجتمع مدني عن النائب ليس فقط هو تهرب من مسؤوليته وإنما أيضاً يضعف موقفه يعني أعتقد أن لتعزيز دور وتفعيل دور النائب في داخل المجلس يحتاج التواصل مباشر مع الماس أولاً لكي يعني يكون على تواصل بحيث يوصل لهم ما يقر وما يناقش إضافة يكون على تلامس مع همومهم مشاكلهم وقضاياهم بعد عنهم سواء كان في مجالسهم أو في الندوات العامة يخلق هذا الحاجز ويخلق هذا الانقطاع بينه أنا سأكتفي بهذا ونترك البقية إلى الحوار شكراً للسيد فلاح حاشم الكلمة للرفيقة بنبي سلمان مساء الخير جميعاً نرحب فيكم في ندوة المنبر التقدمي الأسبوعية وهذه المرة المنبر أن تكون ندوة تحت أنوان البرلمان الجديد التحديات والفرص هذا العنوان لم يأتي من فراغ لم يأتي اعتباطاً لأن بالفعل البرلمان الجديد هو أمام تحديات كثيرة وأمام فرص أيضاً كثيرة إذا تم يعني يعني التعاطي معها بجدية ومسؤولية من قبل البرلمانيين ومن قبل الأطراف المعنية كالسلطة التنفيذية والجهات المعنية بالقرار في البلد لذلك يأتي عنوان الندوة على درجة كبيرة من الأهمية أعتقد خلال هذه الأمسية سوف نتحدث بوضوح مع الحضور الكرام حول شهرين من العمل البرلماني مضت حتى الآن تقريباً خلال هذه الفترة ربما نستطيع أو يستطيع المتابع على مستوى الشارع المحلي أن يرقب أن هناك العديد من القضايا التي طرحت عديد من الملفات التي بدأت ملامستها من قبل البرلمان ولو بشكل عربي أحياناً لكنها تشي بنوع من الجدية على الأقل التي نتأمل أن تستمر في المجلس الحالي المجلس الحالي كما تعلمون هو مجلس في أكثر من 37 نائب يدخلون الحياة البرلمانية لأول مرة وبالتالي الغالبية الساحقة من الأعضاء هم جدد يعني ما يميزهم حتى الآن وهم زملاء لنا أنه لديهم كثير من الحماس لديهم الكثير من الجدية في كيفية ملامسة القضايا والملفات القادمة أو الوطنية الموجودة على الساحة ربما تنقص بعضهم الخبرة لكن أعتقد هذا عامل سوف يتم اكتسابه مع الوقت وأعتقد للنواب أيضا القدماء أو الموجودين أو اللي مروا بالتجربة فرصة أن أيضا يتعلم منهم الجميع وفي نفس الوقت يضيف للمجلس قوة أكبر وزخمة أكبر علشان نتحد نتكلم عن موضوع الندوة اللي هو التحديات والفرص أعتقد أن التحديات هي تأتي في الدرجة الأولى بحسب العنوان أذكر من هذه التحديات على أساس أيضا نعطي الموضوع حقها ثلاثة أو أربع نقاط رئيسية أولا كيفية إسهام البرلمان في استعادة اللحمة الوطنية أنا بالنسبة لهذه مهمة جدا أولوية وعلى رأس أولويات البرلمان القادم لماذا؟ البحرين كما تعلمون تمر بأزمة منذ أكثر من ثمان سنوات أزمة سياسية واجتماعية حادة جدا انقسام اجتماعي حاد وبالتالي لا يستطيع أي برلمان في العالم أن يعمل في وضع منقسم ووضع أيضا متشضي من ناحية الاجتماعية والسياسية وبالتالي تأتي مسألة اللحمة الوطنية على رأس أولويات هذا البرلمان لأن من الضرورة بمكانا نعرف أنه لكي يعمل البرلمان بمسؤولية وجدية ويفعل دورة وينتج على المدى المتوسط والبعيد لا بد أن تكون هناك أو يكون هناك الحد الأدنى من اللحمة الوطنية على مستوى الشارع في البحرين الشيء اللي أنا متفائل فيه وأخواني أيضا النواب متفائلين في حد الآن أن هناك أصرار من قبل غالبية النواب على تجاوز الواقع المنقسم في البحرين هذا تشعرها فيهم في حديث الجانبية معهم في نوعية الملفات التي يلتفون حولها تشاركهم في طرح القضايا داخل الجلسات الأسبوعية واللجان وبالتالي أنا أعتقد أن مسألة اللحمة الوطنية هي في ذهن كل نائب في هذا المجلس وهذه مهمة جدا الآن مسؤولية الشارع من وجهة نظريه هو كيفية أن يزيد هذا الزخام باتجاه يعني أن تكون هناك لحمة أكبر على مستوى البرلمان والتالي تنعكس على مستوى الشارع لأن من دون هذه اللحمة الوطنية لن نستطيع أن نعمل حقيقة لا مع السلطة التنفيذية ولا مع الشارع وأنا متفائل جدا خلال المرحلة القادمة سوف أكون هناك عمل وطني إن شاء الله يعني يسهم فيه النواب وينعكس بدرجة أو بأخرى على مستوى الشارع مزيد من التعاون مزيد من اللحمة ومزيد من التكاتف الوطني لكي نبدأ المرحلة الجديدة أنا أعتقد لابد أن نؤسس لهذه القاعدة من التعاضض الوطني النقطة الثانية هي أو التحدي الثاني كيفية تغيير الصورة النمطية عن البرلمان السابق مثل ما تعرفون البرلمان السابق ربما يعني أعطى صورة نمطية أو كرس صورة نمطية للأسف صورة غير مرغوبة في الشارع البحريني صورة غير مرحبة فيها في الشارع البحريني سواء على مستوى الانقسام في الشارع أو على حتى طريقة التعاطي مع قضايا مهمة كالبطالة والإسكان والوحدة الوطنية والقضايا الحقوقية وبالتالي أنا أعتقد الصورة النمطية التي تكرست في عقول البحرينيين خلال الفترة الماضية أو البرلمان أو الأربع سنوات الماضية تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى جدية في التعاطي معها لتكريس صورة مغايرة وإيجابية أكثر لدى المواطن البحريني الذي هو أقبل على هذه الانتخابات بصورة مكثفة في الفترة الانتخابات أملا في الخروج من هذا المستنقع التي أوقعنا فيه الواقع السياسي أولا وأوقعنا فيه أيضا بدرجة أخرى واخرى البرلمان بصورة السابقة وبالتالي هي أيضا حالة نفسية يعيش النواب الآن على اعتبار أنهم يجب أن يغيروا هذه الصورة النمطية لما هو أفضل وأنا أعتقد هذه حالة إيجابية يجب أن تكرز ويجب أن يدفع فيها الشارع لمزيد من تغيير الصورة النمطية السلبية يمكن أن نقطة الثالثة هي كيفية التعاطي مع الملفات وما هي الأولويات هذا تحدي كبير مثل ما تعرفون لأن البرلمان السابق كرّت صورة سلبية ولأن البحرين أيضا قبل ذلك تعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية طاحنة وبالتالي تكرست أعتقد الكثير أو تراكمت الكثير من الملفات التي تحتاج إلى سرعة المعالجة وعدم الانتظار فيها وبالتالي على البرلمان الحالي أن يحدد ما هي أولوياتها بالفعل أعتقد أن هناك في حالة استعجال أو في حالات استعجال لدى بعض الأخوة النواب لأن كثرة الملفات وضغطها على الشارع وضغطها على الناس يفرض بدرجة أو بأخرى على النائب داخل البرلمان سواء كان نائب لأول مرة أو نائب قديم يفرض عليه سرعة التحرك على الأقل من موقعها كنائب للتعاطي مع هذه الملفات لتجاوز تداعياتها أعتقد أولوياتنا بالنسبة لأننا سنتكلم عنها بشيء من التفصيل بعد خليل أنا مجرد مهد الأرضية للحديث عنها الآن النقطة الرابعة في التحدي الرابع ربما تكون هو هل ستتعاون السلطة التنفيذية وأقصد الحكومة لإنجاح البرلمان الجديد هذه مهمة أساسية طبعا نشتكي كثيرا على مستوى الشارع السياسي والوطني والبحريني وداخل البرلمان من ضرورة أن تتعاون السلطة التنفيذية مع البرلمان بمسؤولية وجدية أكبر لأن أعتقد أن المرحلة لا يمكن للبرلمان أن ينجح فيها أو لا يمكن للشارع أن يستقر أو يطمئن إلى قدرة البرلمان على فعل شيء ولو محدود في الفترة القادمة من دون أن يكون هناك دور للسلطة التنفيذية ودور جاد ومسؤول للسلطة التنفيذية في التعاطي مع القضايا الأساسية على الأقل لأن أعتقد أن المسألة الكبرى التي تنتظرنا كملف كبير ويحتاج إلى معالجة حقيقية هو الملف السياسي والاجتماعي لكن القضايا المعيشية اليومية وقضايا الاقتصادية والقضايا الضاغطة على الناس تحتاج إلى جدية ليس فقط من البرلمان إلى أيضا جدية وحسن تعاطي من قبل السلطة التنفيذية هذا تحدي أمامنا جميعا كيف سنقنع السلطة التنفيذية كيف سيضغط الشارع مع النواب على السلطة التنفيذية من أجل تفعيل دور وإنجاح على الأقل بعض الملفات وعمل اختراقات في بعض الملفات إذا لم نستطع أن نقول أنه نجاح كامل على الأقل عمل اختراقات في بعض الملفات لكي نتحدث عن هذه الملفات مهم جدا أن نتكلم أن أولا البرلمان دخل هذه الفترة منذ أقل من شهرين وهناك مثل ما ذكرت ملفات متراكمة كلكم تابعتم أن أول قضية لامسة البرلمان في يومه الأول هي قضية جوهرية وهي قضية في القيمة المضافة خضية القيمة المضافة لما دخلنا البرلمان الجديد كان أمامنا فقط فقط عشرة أيام لضرورة التعاطي معاها لأنه أقرت من البرلمان السابق على عجل وبطريقة غير مسؤولة وكان يفترض أن لا تقر وكان يفترض أيضا للشارع آنذاك أن لا يقبل أن تقر بهذه الطريقة مؤسسات المجتمع كانت عليها مسؤولية كبيرة لأن قرار مثل هذا القانون المجحف في حق المواطنين وفي حق الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس كان خطأ كبير سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل البرلمان السابق الآن كبلت البحرين وشعب البحرين والبرلمان القديم الجديد بقانون ضريبة القيمة المضافة فقط تماشيا مع ما جرى في بعض دول الجوار التي أقرت هذا القانون نظرا لظروفها الاقتصادية والمعيشية كان يمكن للبحرين وهذا كلنا نقوله في فترة انتخابات ولازلنا نقوله الآن أنه كان يمكن للبحرين أن تتريث قليلا برلمان البحرين وحكومة البحرين أن تتريث قليلا في التعاطي مع مسألة القيمة المضافة لمزيد من الدراسة ومزيد من المعالجات التي تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للناس لكن ذلك لم يحصل والتالي دخل للبرلمانيون التجربة الجديدة وهم تحت ضغط الشارع وتحت ضغط المسؤولية السياسية أن يجب أن يتعاطوا مع هذا الملف ومثل ما ذكرت كان أمامنا فقط عشرة أيام لذلك عندما تقدم النواب بمخترح برغبة بطريقة الاستعجال ونحطها حتخطين لأن المسألة تحتاج إلى الاستعجال ليس لعمل تشريع جديد لأن الوقت لا يسع لي عمل تشريع جديد لأنها ستعمل قانون تحتاج إلى سنتين على الأقل إذا كنت موفقا فبالتالي نحن أمام قانون نريد أن نؤجل تباعيات على الناس وبالتالي كان لابد من الضغط السياسي في هذا الملف وطرحنا قضية تأجيل ضريبة القيمة المضافة لمزيد من المراجعة وأعتقد أن جلالة الملك تجاوب سريعا من منطلق من موقع كرئيس للسلطات وطلب ستة شهور لإعطاء القانون فترة من المراجعة وبينما كان رأي النواب لا كان رأي النواب هو تأجيل تطبيق القيمة المضافة لمزيد من المراجعة كان يمكن هنا أيضا للسلطة التنفيذية أن تتعاون وخاصة ونحن في أول مشروع أمام البرلمان كان يمكن للسلطة التنفيذية أن تتعاون نحن نتفهم الضغوطات على الحكومة تحديدا فيما يسمى بمشروع التوازن المالي والتزاماتها الخليجية لكن أيضا الموقف السيادي لأي دولة والموقف السياسي أيضا لأي دولة يتطلب على الأقل مزيد من أريحية في التعاطي مع ملف بهكذا مسؤولية وهكذا أهمية وهكذا العكاسات على الناس وكنا نتأمل صراحة وجميع النواب أربعين نائب تقريبا كانوا يتأملون أن تراجع السلطة دورها تنفيذية لكن ذلك لم يحصل الآن أمامنا ستة شهور التي هي فترة تطبيق القيمة المضافة قيمة المضافة قصد التي أعطاها الملك للحكومة ومراجعتها وهي ستة شهور تحديدا لأن حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب أي اقتراح برغبة يمكن للسلطة أن ترد عليه خلال خلال وليس بعد خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور يمكن للحكومة أن تتعاطى مع هذا المقترح خلال شهر خلال أسبوع خلال شهرين خلال ثلاثة خلال ستة شهور هنا أيضا يجي نكون على المحاكمة السلطة التنفيذية هل السلطة بالفعل جادة في التعاطي مع هذا الملف أرجو أن يكون ذلك نحن ننتظر النتائج لكن لدينا أيضا أدوات مزيد من الضغط القضايا الأخرى أيضا اللي برزت ممكن لحطونا على الملف وهي قضية الأخوة البحارة نحن اليوم عندنا أخواننا البحارة موجودين يمكن نتكلمون في هذا الموضوع أثناء النقاش هذه قضية ملحة جدا موسم صيد الربيان مثل ما تعرفون بدأ منذ تقريبا ثلاثة شهور ودخلنا المجلس والأخوان معطلة سفنهم أكثر من 150 فانوش على الأقل في المحرق وفي سترة وفي قلالي وفي زلاج معطلين لحد هذه اللحظة عن العمل في هدر لثروة مهمة في البلد في تعطيل لأرزاق عوائل 450 أسر معطلة معطلة دخلها وموقف دخلها ولا زالت المسألة تراوح في مكانها نحن طرحنا هذه القضية أيضا بطريقة الاستعجال نظرا للحالة الإنسانية اللي يمرون فيها أخواننا البحارة وأسرهم وعملهم اليومي طبعا لأن غالبيتهم ليس لديهم مصدر رزق آخر الأخواننا البحارة تقريبا تقريبا من شكل يومي لحد الآن يدومون في اجتماعات مع المجلس ومع لجان المجلس ومع الصحافة ومع وسائل الإعلام يعترضون ويتظاهرون أمام مجلس النواب هذا حق مكفول لهم ونحاول حتى هذه اللحظة نحن اليوم كنا نحاول لزيارة سموريس وزراء لعرض مشكلتهم لكن لم يتسمى لنا ذلك لأنه لم تترتب الزيارة لعرض هذه المشكلة حتى لو في الأروقة الغرف المغلقة على الأقل لتطلع لمزيد من الحل لكن ذلك لم يحدث هنا أيضا يأتي دور السلطة التنفيذية البرلمان بحسب الأخوة البحارة يمكن أن يوضحون لكم هذه النقطة أن البرلمانيين جميعهم طبعا جميعهم دون استثناء يحاولون بطرق أو بأخرى أن يسمعوا صوتهم بشكل واضح إلى السلطة التنفيذية للنظر في قضية البحارة في هذا الملف يمكن للسلطة أن تتعاون يعني على الأقل اليوم المطروح ليس مسألة معقدة هناك اختلاف بين السلطة الحكومة تحديدا البلديات والبحارة على مسألة الكراف مسألة الكراف طبعا نحن كمواطنين ولسنا مختصين نحن ضد مسألة الكراف لكن هذا لا يعني أن يتوقف مشروع أو مثلا رزق 450 إسرى فقط لأن هناك قرار وليس قانون من قبل البلديات يوقف أرزاق الناس بشكل متعسف بشكل غير مدروس بشكل غير يعني ممحص بشكل أساسي وكان يمكن هنا لسلطة التنفيذية فضل السابقين كان يمكن لسلطة التنفيذية هنا أن تتعاون على الأقل بدراسة يعني هذا الملف ويعني إنصاف البحارة وأيضا الاستماع إلى مجلس النواب في هذه القضية لأن مجلس النواب يمثل الشعب ونحن نمثل نسبة كبيرة وبالتالي كان يمكن أن يسمع هذا الصوت ولازلنا نؤمل أن يسمع هذا الصوت ملف آخر أيضا وهي قضية أصحاب الشهادات ممكن طولت شوية بس يعني أحاول أتكلم أساس أن الأخوان يعني يتابعون شوية الوضع البرلماني الملف أصحاب شهادات الخريجين جامعات صينية هذا أيضا ملف شائك لكنه ليس مستحيل التعاطي معاهم وإيجاد حلول إليه ليست مستحيلة لأن هناك أكثر من 450 إلى 500 طالب بحريني يدرسون معظمهم دراسات الطب في جامعات صينية في جامعات مختلفة لا تقبل معادلة شهاداتهم لا يعطون حق يعني عمل الامتياز في مستشفى السلمانية الطبي مراوحة منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات لحد الآن كلهم طلاب يعني 90% فما فوق القضية في الأساس معلقة بين وزارة التربية والتعليم بين وزارة الصحة اجتمعنا احنا طرحناها في المجلس كنواب طرحت بطريقة الاستعجال للتعاطي معاها وتمت الاتفاق إحالة هذا الملف للجنة لأن أيضا ما بغينا نقع في خطأ نحيل هذا الملف للحكومة وبالتالي يرخ عند الحكومة 6 شهور أيضا فقلنا أفضل أن تناقش اللجنة وتعود وترجع للمجلسة الخدمات تقريبا سعرت أن ابراهيم نفيعي موجود أيضا في لجنة الخدمات وتدرس اللجنة وتعيد إلينا على أساس كمجلس ونبت فيه بسرعة لأنه لا يحتمل التأخير خاصة يتعلق أيضا بمستخبل أبنائنا وبناتنا من البحريني والبحرينيات اجتمعت اللجنة في الفترة الأخيرة عدة اجتماعات مع الطلاب ومع وزارة التربية والتعليم وأيضا ستجتمع هذا الأسبوع كما أعتقد مع الطلاب مرة ثانية للاستماع لآراهم في تفنيل بعض الآراء التي ذكرتها وزارة التربية وزارة صحة هذا ملف أيضا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتعاون فيه لأنه أيضا يرتبط بمعيشة الناس وحياة الناس ومستقبل أبناء البحرين قلنا في بداية الندوة يجب أن نتجاوز الحالة السياسية والاجتماعية المنقسمة في البحرين هذا ملف يمكن أن يعيد شيء من المصداقية للمجلس شيء من المصداقية لأمام الناس الذين ذهبوا بكثافة لصناديق الاقتراع مثل مثل ملف البحارة ملف آخر أيضا وهو ملف يعني نذكرت تقريد ديوار رقابة المالية مثلا تقريد ديوار رقابة المالية يمكن أحدكم يسأل الآن لماذا لم يبت المجلس الحالي في ملف تقريد ديوار رقابة المالية تقريد ديوار رقابة المالية تقرير من 700 صفحة هذا التقرير مهم جدا أمام البرلمانيين بدون استثناء لأنه يمكن أن يشكل من خلال هذا الملف العديد من الأسئلة للوزارات والجهات المعنية في الدولة يمكن أن تشكل العديد من اللجان التحقيق والاستجوابات كثير من الأمور اللي يعتمد عليه العمل البرلماني خلال الفترة القادمة لكن هناك نقطة أساسية يمكن يسأل الشارع لماذا النواب لا تكلموا لحد اللهم في تقريد ديوار رقابة المالية ليس أهمالا بالعكس أنا استشف أن معظم من الأخوة النواب ماخدين الملف على محمل الجد لكن هناك نقطة علينا نعرفها أن لا تستطيع أن تقدم سؤال أو لجنة تحقيق أو استجواب أو حتى مساءلة الحكومة عن ملف من الملفات ما لم أولا تقر برنامج عمل الحكومة برنامج عمل الحكومة هو المعيار الأساسي اللي بناء عليه النواب ينطلقون فيما بعد لمساءلة الحكومة والتعاطي مع الملفات بقية الملفات منها تقريد ديوار رقابة ومنها الميزانية ومنها طرح الأسئلة ومنها الكثير والوضع الصحي والوضع التعليمي والوضع البنية التحتية كل هذه الأمور لا يستستطيع أن تلامسها أو تعمل فيها ما لم تقر برنامج عمل الحكومة لذلك إحنا لما اتطرقنا لبرنامج عمل الحكومة كان إصرار من قبل النواب وهي اللائحة الداخلية أيضاً تفرض علينا يجب أن يقر أو على الأقل يناقش أو تتم مناقشة برنامج عمل الحكومة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام إحنا كان أمامنا وقت جداً محدود أو كلجنة إقرار برنامج عمل الحكومة وبالتالي بدأنا في مناقشة بشكل مكثف الأخوان النواب ما قصروا كانوا يداومون إلى الساعة 11 بالليل على أساس الانتهاء من ملف عمل الحكومة أيضاً الأخوان الوزراء أيضاً كانوا يداومون في مكاتبهم لوقت متأخر من أجل إقرار هذا البرنامج للمضيف العمل البرلماني بخطواته المتدرجة وهكذا تم الأمر يمكن أشرح أكثر أو إذا بغيتون إذا اتسع الوقت أن إقرار برنامج عمل الحكومة كان على درجة كبيرة من الأهمية لأن برنامج عمل الحكومة لما قدم بصورته الأولية هو مجرد عنوين عريضة لا أكثر ومجرد حسن نوايا أو نوايا حسنة لدى السلطة التنفيذية لا أكثر نحن الذين كنا نطلع عليك نواب كنا نطلع إلى أن نكون هناك يعني شروحات وتفاصيل يعني عندما تتكلم عن حل القضية الإسكانية يجب أن تكون عندك خطة واضحة تكون عندك رؤية واضحة لكيفيت التعاطي مع هذا الملف على الأقل في الأربع سنوات القادمة عندما تتكلم عن البطالة عن الوضع الصحي عن التعليم عن البنية التحتية عن المشاريع الاستثمارية عن دعم الاستثمارات عن تطوير البناء الاقتصادية يجب أن تكون عندك رؤية واضحة برنامج عمل الحكومة الذي قدم في صورته الأخيرة لم يتطرق بشكل موسع كانت هناك خطوط عامة لذلك أثناء النقاش كان الإصرار من قبل النواب على أن يضمن برنامج عمل الحكومة المزيد من الأرقام المزيد من الإحصائيات المزيد من التفاصيل التي تدلل على أن هناك بالفعل ليس فقط نوايا حسنة وإنما توجهات واضحة المعالم خلال السنوات أو مراحل لتنفيذ مشاريع يتفق عليها بين البرلمان وبين الحكومة على سبيل المثال كل واحد يقدر يعطي مثال قضية البطالة نحن غير مختنعين بأن تحل بعنوان جميل فقط في برنامج عمل الحكومة قضية التعليم قضية الصحة لا تحل بشعار براق أيضا قضية الإسكان مثلا هذه قضية جوهرية نحن توقفنا عندها كثيرا في برنامج عمل الحكومة الحكومة أساسة بسط الفكرة طرحت فكرة أن أو لما اقتربنا من مناقشة هذا الملف تحديدا ملف الإسكاني كانت الحكومة برؤيتها الأولية أنها لا تملك ميزانيات وبالتالي هي لا تستطيع أن تعطي وعود بتنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية هي فقط تريد أن تستكمل تستكمل الأربعين ألف وحدة التي تم الإعلان عنها منذ أربع سنوات منذ 2014 وبالتالي هي استكملت بناء خمسة وعشرين ألف وحدة في الأربع سنوات الماضية بقت عليها خاطة مستعشر ألف وحدة وخلاص هذا اللي تقدر عليه لأنه لنظرا للشح الميزانيات نحن طبعا هنا توقفنا طويلا كنواب بشكل صارم لا يمكن قبول بتمرير برنامج عم الحكومة بهذه الصورة أن فقط الحكومة تبني خلال أربع سنوات خمسة عشر ألف وحدة هذه نقطة مهمة لأن كيفية التفاوض مع الحكومة كيفية التعاطي مع الحكومة مهم لأن أنت تتكلم هنا عن مصلحة وطنية لا تتكلم عن أن هذا الحزب السياسي أو هذه الكتلة البرلمانية تريد أن تفرض رؤيتها هنا ولا هناك لا نريد أن نفرض أو نتوافق حول حل وطني لمعضلة وطنية مثل المشكلة الإسكانية يعني واجهنا السلطة التنفيذية على اعتبار أن هناك آلاف طلبات سنويا أنتوا قرد عندكم آلاف الطلبات متراكمة من التسعينات لحد الآن ما في وضوح كيف تتغلبون على هذه المسألة وبالتالي لا يمكن أن نقبل نواب بخمسة عشر ألف وحدة كان الأصرار أنه يجب أن لا تقل الوحدات الإسكانية التي ستبنيها الحكومة خلال الفترة القادمة عام ٢٥ ألف وحدة سكنية طبعاً الحكومة تذرعت ورفضت في البداية نحن في النهاية كبرلمان قدمنا الحل يعني للحكومة بصراحة في أثناء المناقشات أثناء المناقشات طرحنا الحكومة أنتوا تتعذرون أن ما في ميزانية جيدة الآن الحكومة قطعت مشوار كبير في عديد من الملفات من بينها مشروع الخط السادس في مصر ألبا و4 مليار في بابكو والمدينة الشمالية وعديد من المشاريع الحكومة تعمل هذه المشاريع التي كلفتها ٣٢ مليار دولار تعملها مع القطاع الخاص وتحديداً مع القطاع الخاص المحلي بالتمويل وبالتالي الحكومة لن تدفع من ميزانيتها ولا فلس واحد سوف تدفع هذه أو سوف تستثمر في القطاع الخاص الموجود أرد في البحرين اللي أرد يأخذ من البحرين قاعدة للاستثمار ويجب الاستثمار يعني يعطى القطاع الخاص فرصة لعدة أسباب أولاً لأن نساعد في حل هذه المعضلة الإسكانية وثانياً لتدوير العجلة الاقتصادية في البلد لأن إذا اشتغلت البنوك والمواسطات المالية والشركات والمقاولين في بناء هذا الكم الكبير من المشاريع يضاف إليها المشاريع في باركو وفي ألبا وفي المدينة الشمالية وفي المشاريع الاستثمارية الضخمة الاستراتيجية على مستوى البحرين فبالتالي نشهد طفرة اقتصادية وتنموية مهمة خلال الفترة القادمة وبالتالي نحن كنواب عطينا الحل للحكومة على طبق من ذهب أنه يمكن للحكومة إذا وجدت لديها الجدية أن تتعاون مع المواسطات المالية تعطي المواسطات المالية فرصة أنا شخصياً ذكرت هذا في الاجتماع مع الحكومة أنه بإمكاننا حتى نروح معاكم إلى المواسطات المالية والمواسطات المالية تشتكي باستمرار أنها ما حد يعطيها مشاريع أو تبغي مشاريع تشتغل فيها عندها فائض من السيولة المالية تحتاج تشتغل فيها خلت يشتغل في القطاع الإسكاني خلت يشتغل بكرة في البنية التحتية خلت يشتغل في مشاريع الدولة بسبب شح الميزانيات لا تستطيع توفرها وبالتالي الحكومة طبعاً تدارست الموضوع وخلال 24 ساعة يوم ثاني الاجتماع كان ساعة 9 جاءت الحكومة بالموافقة والحمد لله أن أقرت للحكومة أنها سوف تبني ما لا يقل عن 25 ألف وحدة بحسب البرنامج وبعد إقرار البرنامج مباشرة يمكن أن يلاحظون أيضاً كمتابعين مباشرة ب24 ساعة الشيخ خالد مع عبدالله نابريس والرزراء اجتمع مع كبار المطورين في البحرين وكبار الشركات المالية في البحرين وتم الإعلان عن توجه الحكومة خلال الفترة القادمة لتصفير قوائم الإسكان طبعاً هذه قضية يمكن نعول عليها أن هكذا تعاولت السلطة التنفيذية والحكومة بتعاون إيجابي مع البرلمان نستطيع أن نبني عليها لملفات أخرى في البطالة في التعليم في الصحة وبالتالي هذه يمكن مؤشر جيد للتعاون نستطيع أن نطورها يعتمد على جدية النواة في كيفية مسك العصى من النص والتعاطي مع هذه المسائل بجدية وليس فقط بتراخي أو بشعارات أو ببهرجة إعلامية أعتقد النواب أثبتوا خلال مناقشة هذه القضايا أنهم جادين فعلاً بالتعاطي مع هذه الملفات لكن نحتاج إلى المزيد من الجدية في الفترة القادمة شكراً شكراً للرفيقين أبو سلمان وأبو فهد في الواقع يعني عدنا وقت كافي ونحب نخصصه للحضور للمداخلات والأسئلة نحب نسمع منكم يعني قد ما تحبون ونفتح المجال للأسئلة نبدأ عند عارف وأخذ بقية هذا مساء الخير جميعاً عليكم ونشكركم أصحاب السعادة النواب على هذا الموضوع جداً قيم ومهم للغاية أولاً التحديات الآن التي تواجهونا أولاً يجب حلها من ضمن سد العجز الدين العام سد عجز الدين العام لأنه مفروض يكون الأولويات لأنها الآن قارب على تقريباً 11 مليار ونص ويجب عليه يعني سده بأي طريقة أولاً اهتمام بالجانب الاقتصادي تركيزه على جانب الاقتصادي هناك كثير من الجوانب أو مجالات التي تفتح من جانب الاقتصادي ممكن حلها هذه النقطة والنقطة الثانية هناك أيضاً كما تفضلتون بخصوص موضوع مصر اللي هو الألبا أنا لاحظ أن هناك مع الأسف شريد أنه صار في تسريح في الموظفين تسريح في الموظفين قارب يعني وعلى رغم أن تم تشغيله 70% من هاي المصر فلماذا تم تسريح الموظفين اللي هو عددهم 15 موظف تقريباً وأيضاً من جانب اللي هو التركيز على اللي هو الصحة الصحة أيضاً أيضاً هناك فيه نقص في الأدوية لا يوجد أدوية فهناك أدوية جداً مهمة يجب أن يكون من أوليات يعني توجد هالأدوية وشكراً جزيلاً السلام عليكم أساكم الله بالخير جميعاً شكراً للنائبين عبد النبي سلمان وأستاذ فلاح خاشم أنا سؤالي بس هو بالنسبة للأحد داخلي اللي هي في إذا فيها حين قانون اللي هو بصدد الاستعجال الحين عشان لنحصل جواب من الحكومة نحتاج تقريباً ستة أشهر فهل من المكان أن نغير هل يصير فيه تغير في هالقانون ولا ما يصير يعني شكراً شكراً دكتور محمد وده بعد أحد عنده مداخلة بس السلام عليكم ما عندي شيء معين لكن أعتقد أن التوجه نحو الملفات الاقتصادية والاجتماعية أعتقد التوجه مهم ومفيد للهدف اللي قال بسلمان اللي تعلق بتقوية اللحمة الوطنية أعتقد في الوقت الحاضر في هذه المرحلة تقوية اللحمة الوطنية من توجه سياسي يمكن يكون صعب إذا مستحيل فأعتقد أن التوجه النواب وتركيزهم على هذه القضايا الجامعة اللي تقريباً تهم كل مواطن أعتقد توجه جيد وحصيف خصوصاً في هذه المرحلة بس تحتاج خصوصاً بالنسبة حق مثلاً قضية البطالة وقضية تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الاقتصادية بشكل عام وليس فقط تنويع مصادر الدخل للحكومة هذه القضيتين أعتقد يحتاجون إلى معالجة خاصة لإعطاء فرص حق الاقتصاد البحرين إنه يتعش لأن الآن البطالة أعتقد من الحمل اللي صارت في المجتمع والنواب والكتاب وغيره بدأت تصريحات المسؤولين في الصحافة تتغير يعني اليوم اجتماع وزير العمل مع رئيس مجلس إدارة تمكين وقبلها أعتقد أعلان أو تصريح من سمو ولي العهد يعني فيه نوع من التصريحات اللي قبل ما كانت موجودة فهذه نتيجة الزخم هذه التعاون فأعتقد أن النواب إذا ركزوا على هذه القضايا سيتمكنون من حفز الشارع أنه يوقف إياهم وهذه تراكمات ومكتسبات ممكن بعد فترة تستغل أو تفيد في معالجة القضايا السياسية وشكراً وشكراً السلام عليكم شكراً النواب عندي بس الملاحظة وبداخل حق نابع بنبي سلمان أبو سلمان فعلاً تتكلم عن النقاط التحدي كثيرة ومنهم ممكن تعاون مع السلطة التنفيذية وهاللي ممكن خلا صار في أكثر البرلماني لف السابقين أكثر مكان متملقين ما عارفوا شو ممكن نوشون لعب هل فيتكم خضع عشان تكون التعامل أفضل أو تحصون تطلعون النتائي أفضل باستقبلاً صفتكم مخضرون في كنائب أبو سلمان يعني شو أنت شايف البرلمان الجديد شفاو متحمس ويد عندي يعني طموح هالطموح يعني يبيعك الشيعة الشارع بعد ممكن ما تكلمت عن فلاف لقاط اللي هي التعليم شو ممكن صلح التعليم في البحرين كتشريع يكون التعليم أفضل وشلون ممكن عزلت البحرين البحرين حالياً فلنحن عدنا ملفة البحرين ملف يعني مهم ممكن بسبب الفساد يمكن الفساد كلمت عني بس شو ممكن عاجل الفساد بحيث أن يكون صالح البحرين في التوظيف وفي التعليم وشكراً السلام عليكم مشكورين على ساعدة النواب وعلى هالموضوع القيم فعلاً في نقاط موجودة أول نقطة بالنسبة للحمة الوطنية شنو الطرق على أساس تقوية اللحمة الوطنية أنا أعتقد بأن الحل السياسي ترى بتحل أو بتقوّل اللحمة الوطنية هذا بدور كبير فعليكم أنتم يعني ساعدة النواب شلون تحلون الأزمة السياسية موجودة ثانياً عندنا الاقتصاد ترى في مواد موجودة قاعدة تحد من تطور الاقتصاد عندنا وخصوصاً في المجال العقاري العقار فعلاً في موجود وزير الأشغال يعني حط البنية التحتية إلى 12 دينار وأمور كثيرة وهذه عطلت أكثر من قطاع يمس القطاع العقاري بالنسبة إلى سامحة لا لا سامحة أعطيكم العافية سعادة النائبين وأنا أعتقد من أكبر التحديات اللي راح تواجهونها هو كسب ثقة الشارع عن طريق ترميم أو أخطاء أو تصحيح ما أبدو النواب السابقين يعني صحيح أن ما تقدرون تغيرون القانون ككل يحتاج مشروع بقانون بس أنا أعتقد أنتون لو رحتون لكل قانون وروح راح تشوفون أن في مادة أو مادتين هي فتاكة بالأسرة البحرينية بشكل كلي يعني على سبيل المثال لما نروح نشوف قانون الإرهاب المادة 24 مكرر تقول تقول أن إضاف على المواد العقوبات الموجود في هالقانون يجب إسقاط الجنسية على المتهمين حلو أحد المحامين حضر المحكمة وطعان بعدها دستوريات المادة قال لي هذا التدخل من قبل السلطة التشريعية إلى السلطة القضائية وأنت يا قاضي المفروض يكون لديك صلاحيات لمدة حد أقصى وحد أدنى فقال لي القاضي القاضي سأل المحامي قال لي هل مادة وجوبية أو موجوبية المحامي قال لي هذي وجوبية علشان شدي أنا أطعن عليها فالقاضي قال لي المحامي أنا في أحد المرات ما عطيت المتهم ما حكمت عليه بسقاط الجنسية إن يابا قاموا واستئنافوا وفي الاستئناف حصلوا حكم فبالتالي هذه المادة لما يزيد عدد المسقطة جنسياتهم راح نحرموا من التعليم ومن الصحة ومن جميع الحقوق الملكية المنصوص عليها في الدستور فأنا أتمنى منكم يعني أن تعديل بعض المواد الفتاكة بشكل جزئي لحل الموضوع ومنها مثلا قانون العمل قانون العمل أعتقد يجوز لصاحب الشركة لأنه يوظف محرينيين أو يجيب عليه 35% بس لكن يجوز الاتفاة عن هذه المادة بسداد مبلغ 37 دينار هذه التعديل كتعديل جزئي مفيد جدا بالإضافة إلى قانون الإسكان أنا بصراحة أنا أشوف الملفات اللي أشتغل فيها بصفة محامي أشوف أن الأزواج ما يبقوا نطلقون زوجاتهم السبب يقول لك أنا راح يسقط طلبي وفي حالات مرت علي يطلق اليوم في فترة عدة ثلاثة شهور ما مداها تخلص يمكن نرجعها طلب الإسكان يسقط وتتوقف العلاوة فهذه الأمور يعني أنا أشوفها أنها تمس بالإسراء بالأبناء بالزوجة بالكل أتمنى الالتفاة إليها شكرا أنا بدور الحقيقي أشكر النائبين بس إذا سمحتوا لي أنا أتكلم بشكل أعام من الأقبو سلمان تحجير كثير في التفاصيل بالنسبة لمجموعة من الموضوعات أنا برجع إلى الماضي شوي أنتوا كنا نتكلم قبل الحملة الانتخابية قبل الانتخابات على موضوع أنه من المهم جدا تكوين كتلة أنتوا بينكم بين بعض كونتوا كتلة تقدم وفي الأخير اللي فاز اثنين من الكتلة كان الأمل الحقيقة أن الكتلة ما تصبح سمت تقدم تكون لها اسم موطني أعام من تقدم لأن التقدم مأخوذ من التقدمي كان لازم يصير الاسم أعام من كلمة تقدم لكي تشمل أعضاء آخرين معاكم هذا ما حدث في أيام الانتخابات كان لازم تعيدون النظر بعد الفروز بعد تقول كل مجلس اليوم أنت اليوم اثنينكم تقعدون تشتغلون على هذه الملفات الكثيرة الموجودة تحتاج إلى كتلة قوية داخل المجلس لكي تستطيع أن تعمل أنت تعمل شيئين واحد أنت تتابع الملفات التي تتكلم عنها أبو سلمان وغيرها طبعا وثاني شيء أنت لازم تبدأ تقدم دراسات لموضوعات أشمل وأكبر هذه لن تستطيع أن تتمر لا هذه ولا ذي إذا لم تكن عندك كتلة قوية أنا شفت قبل فترة أنه في 11 نائب بينهم بين بعض كونوا كتلة سموها البعرين أنت اليوم أنا أعتقد حاولتوا تستوين كتلة أكبر منها منكم بحيث أن يكون معاكم خمسة ستة سبعة نواب وتكون كتلتكم أكبر بس أنا اللي أقترح أن داخل المجلس اليوم تتغير الكتلة من تقدم إلى اسم آخر سموها الكتلة الوطنية سموها اللي بتسموها لكن ليش تتغير على أساس النواب الثانيين ما يقولون نغلحنا بننضم إلى كتلة التقدمي إنما بننضم إلى كتلة وطنية أعم من ناحية الوطنية هذا هي اللي تستطيعون يصير فيه جذب أنا الحقيقة أنت دخلتوا اليوم المجلس ولازم يكون عندكم نظرة وطنية أوسعة والمسلمان تكلم عن موضوع اللحمة الوطنية والآخر هذا النظرة الأوسع يجب أن تضحي بمسألة التقوقع الحزبي الموجود عندك أنت أنت عندك تقوقع حزبي طول هالمدة ذي كلها هذا التقوقع لن ينفع بالنسبة للأيام القادمة إذا بغيت أنت تكسب أعضاء مجلس النواب وياك أو ما أكثرهم في تبغير ملفاتك الوطنية اللي أنت تبغير تأتي بتوصل لها أنت أهم شيء تحتاج له هو حقيقة تعديل عدد من مواد الدستور ليعطاء مجلس النواب صلاحيات بدون وجود هذه الصلاحيات مجلس النواب يظل يتحجي عن اختراحات برغبة والكلام ولكن تعديل الصلاحيات هي أول خطوة لازم تسوي وتعديل الصلاحيات لن تستطيع إلا بوجود كتلة عندك محب أطول شكرا شكرا الدور إلى الأستاذ اللي وراء سامحني ما أعرف اسمك تفضل ونعم فيك سالعيسى سعد لو أسقطنا سامحي يعني لو أسقطنا عنوان هذه الندوة على كلمكم يعني التحديات والفرص سمعني التحديات الفرص وين هي يعني يفترض أن يكون عندكم ملفات موازية للمواضيع يعني مثلا الإسكان أستاذ عبد النبي أنت لما تتحدث عن الإسكان بحيث أن الحكومة سوف تتعاون مع القطاع الخاص سوف يؤثر على معدلات التضخم يرفع عندك التضخم لأن لما الحكومة تكون عندها ميزانيات محصورة في الموضوع لكن لما تعمم الموضوع وتخليه في قطاع خاص يكون يعني فيه ضغط على معدلات التضخم أستاذ فلاح أنت لما تقول على أساس أننا فيه تراجع للصحة والتعليم نحن نشوفها غير يعني هل أنتم تشوفون بعد غير نحن نشوفها فيه بناء مستجفيات فيه بناء يعني فيه استقطاب الاستثمارات مراكز صحية ومستجفيات صحية وإذا كان على مسألة الأدوية الأدوية أعتقد صرحت الوزيرة وقالت على أساس أنه فيه خلل صحيح لكن سوف يعدل الموضوع حتى بالنسب للتعليم يعني هل فعلا التعليم لما أنت تتحدث عن طلبة ما يدشون المدارس في ابتدائي ويؤجلون لكي شهر أو شهرين هل هذا فيه تراجع بالحقس فيه معسسات أخرى ممكن تتولاهم وتقللهم بالطريقة فشكرا جزيلا الأستاذ في الصفة الأول يعني يقدرني وتعرفني باسمك أستاذ عبد الأمير المغني أعضو جمعية سترة البحارة تفضل اسمي عبد الأمير المغني جمعية صياد المحترفين محافظة المحرق طبعا تعرفون يعني التحديات قطاع الصيد قبل إنشاء المجلس الوطني وحاولنا احنا كصيادين أن نحلها مع الإدارة الثروة السمكية لكن للأسف ما استطعنا لعبث بعض متنفذين في هذا الأمر لما جل المجلس النيابي نفس ما قال لابو سلمان حاجان الأمل أن نصلح وضع الثروة السمكية في البلاد طبعا اتعاملنا ويا المجلس النيابي من 2002 إلى أن وصلنا 2009 وطبعا صوتوا على متطلبات الصيد بالإجماع ولكن لم تكن هناك تنفيذات للإصلاح فاضطررنا في 2009 وذاك نفعين للصحافة وماشاء الله كلكم مثقفين وعلى دراية فعملنا توقف في سنة 15 فبراير 2009 استمر هذا التوقف تسعة أيام نادينا فيه المجلسين بشقه النيابي والشورى والمجالس البلدية والمثقفين والعلماء لأن يستمعون إلى هموم الصيادين وطبعا نشكر حكومة المؤقرة أنه فتحت لأن الإعلام إلى أن نوصل صوتنا إلى جميع عامة الشعب فخبرنا أنه فيه خطر محدق على الثروة السمكية وفيه أضرار رايح تصيد أصحاب المهنة وهي أن عملية الدفانات وشفط الرمال التي تكون في البحر لها تأثير كبير على انتهاء الثروة السمكية في البلد ورايح يرجع على الصيادين نفسهم ورايح الشعب المستهلك للأسماك يفقد هذا المورد المهم والأمل الغذائي في البلد فنحن نطالب من المجلس النيابي ومن الحكومة المؤقرة أن يحطوا عامة الشعب أن يحطون إيدنا مع بعض ونحل هذه المشكلة على ضو هذه الوقفة زارنا سمو الأمير خليفة بن سلمان إلى مقر جمعيتنا وهذه يعني صراحة كصيادين نحتز بهذه الزيارة واستمع إلى همومنا وأقر الأضرار قال فعلا الأضرار شرحنا له وضع البيئة البحرية والخطر اللي أصاب البيئة البحرية وأقره وقال فعلا يعني الأحمار والذي صار في البلد أصاب البيئة البحرية ولكن أنا أوجه إلى الوزير المعني وزير البليديات وكان أنا ذاك الدكتور جمعال كعبي أن يقعدوا إياكم وإن تستحقوا التعويض تستحقوا المساندة وإحنا قطاع الصيد ما ندعمه بأي شي يعني وندعم اللحوم بملايين ملايين والمواد غذائية إلا قطاع الصيد حقيقة يعني ما ندعمه ولا بمئة فلس إنتون تشترون وإنتون تسلفون وإنتون نجيبون وتشكرون على هذا الشيء وأصدر بيان أن الصيادين أظهروا حسن راقيا في إيصال صوتهم وعطانا شهادة على هذا الأمر وأوعزي للدكتور جمعال كعبي وحطينا الحلول التي تحمي الثروة السمكية وتحافظ على الأمن الغذائي وهي عن أن يخفض أعداد رخص الصيد لأن كان العدد يزداد يوم بعد يوم عن طريق المتنفدين والمفسدين بإخراج الرخص وهذا الأمر حتى أقره الوزير الحالي اللي هو غانوم بعينين في 2002 لما نصر أنه أخذ البحرين ونشق الصيادين بين مؤيد قال البحر يحتاج يا جماعة حل شمولي وجدري وحل جميع ملفات البحر وأن التراخيص الموجودة حاليا في البحر لا تستوعب رقعة البحر الموجودة في مملكة البحرين فلابد أن نخفض أعداد رخص الصيد على مقدار رقعة البحر ونحاسب هنا مربط الفرس ونحاسب من أغرق السوق بالتراخيص وهي الحكومة ويتحمل المسؤولية وليس الصيادين من 2000 هذا الكلام في 2002 من 2002 بين فترة وفترة تصدر مئات الرخص بدلا ما ينزلون يصدرون وللأسف حتى نواب حتى نواب من جمعيات وطنية للأسف طالبه وبصدار رخص وصدره وما يقارب من 300 ترخيص وكلها عندي موثقة بالأوراق وموجودة يعني أنه صدره 300 رخصة فما حبيت أطول الموضوع في الشجون فإحنا كنا من بعد جلوسنا يا دكتور جمعة الكعبي طلع الدكتور وصرح وقال إحنا خلاص انتهنا من الجلوس مع الصيادين ونحن نرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بأن إحنا رايحين نخفض أعداد صفن الصيد على مقدار رقعة البحر ونعوض الترخيص اللي منسحبها وباقي الرخص تكون متداولة بين الصيادين في المستقبل وعملية الدفان من نجعل لها أماكن وما نعيد ورايحين نعيد البيئة البحرية عن طريق وضع فشوت إصطناعية وطبعا من نوننا بتماني طبعا إحنا لما تحركنا وشرحنا للأخوان نواب الخطر المقبل على البيئة البحرية طبعا أصدروا لجنة تحقيق برلمانية صارت في البرلمان رأسة ناصر فضال والأخوان نواب واستمرت لمدة سنة واستنتجت إن فعلا البيئة البحرية في المملكة دمرت بالكامل واختفت الأسماك ودمر المرجان ودمرت مآو الأسماك بسبب عملية الدفان وشفط الرمال إلا هذه أكبر خطر من الدفان لأنها تطلع عن طريقها العكارة والعكارة تنتقل إلى الفوشوت والمرجان وتحترق فأقروا أنهم رايحين ينشؤون صندوق لدعم الصيادين تنحط فيه نسبة مئوية في هذا الصندوق من خلال هذا الصندوق النسبة المئوية إننا رايحين صالحون البيئة البحرية وصالحون البحر ويعوضون الصيادين عن هذا الطريق فأحنا كنا نترجع الإصلاح إلى 2011 بعد وزارة الدكتور جمعة الكعبي وتوقف الإصلاح ولكن فوجئنا في الآونة الأخيرة بإغلاق شغلة الربيان فورا بدون سابق إندار فورا توقف عن الصيد فهذا القرار أولا لم يتخذ عنه الطريق العلمي لأن فيه دكاترا شغلوا في إدارة الثروة السمكية وعندهم دكتوراه ومصائد الربيان نفسها فإحنا التقينا بهم وقالوا إحنا ما ننصح بإغلاق من الصيد الربيان لأن هذا إهدار إلى الثروات وما زالت دول الخليج السعودي والكويت لأن باقي الدول ما فيها مصائد الربيان فما زالت تعمل بهذه الطريقة اللي هم ادعوا إنهم أغلقوها فهذا إهدار إلى الثروات فقلنا يعني اليوم المواطن البحريني يتناول الربيان أيام الوفرة في 800 فلس ودينارين ودينارين ونص اليوم أنتون بتوقفون طريقة صيد الربيان يعني أغلق صيد الربيان لأن لا توجد طريقة ثانية ورايح هذه الثروة تنتقل إلى دور الجوار ويأخذونها من عندنا ورايح يجي إن ربيان من دول ثانية مقصص روسه ولو بنفس الجودة ويباع علينا بـ 12 دينار في اليوم المواطن البحريني يعاني من الغلاو ويعاني من كل شيء فما يستطيع اليوم المواطن البحرين نشتري كيلو ربيان بـ 12 دينار فإحنا خبرنا لأخوان النواب ونبغي موقفهم ويأنا إعادة هذه المهنة وتنظيمها وإحنا نفس ما ذكر الأخ عبد النبي سلمان أبو سلمان خاطب معالي الرئيس قال لأخوان الصيادين يطالبون إعادة تنظيم المهنة فإحنا من زمان طويل نطالب ووعدنا بوعود وكل الوعود أن نحن نعوض عن طريق الدفان لأن الدفان أضرنا ونحمل شهادات اليوم نحن نحمل شهادات عندنا اليوم إذا يصدك ذاك البعيد حادث وإقرك تعويض الدكتور وتروح إلى التأمين يقول لك 10 ألاف دينار تروح إلى الأخ المحامي يطلع على التقرير يقول لك أنا أطلع عليك 20 ألف دينار فإحنا اليوم نحمل تقارير موجودة عندنا أن نحن فعلا كصيادين نمتين هذه المهنة أن تضررنا ضرر كبير أصابنا في أرزاقنا فإحنا قلناها أمرار وتكرار يمكن المواطنين الأعزاء يلتجون والحكومة إلى استيراد وياقنون أشياء ثانية بس إحنا من وين ناكل ونشرب إحنا أصحاب مهنة فأنا أستغرب لو شو طلت عليكم يا إخوان أستغرب من المستشارين اللي في الدولة اللي ياخد رواتب من أعلى الرواتب هل المستشار يوضع إلى تأزيم الأمور يا إخوان أو إلى تسهيل الأمور لتسهيل الأمور فهذا المستشار الذي وافق على أن تغلق مهنة فورا ألم ينظر إلى الشق الإنساني إن هؤلاء يعني حجر صنم أو بشر عليهم التزامات معيشية عليهم أولاد في جامعات عليهم التزامات منكية إذا قطع مصدر رزقه من أين يستطيع تسديد هذه الأمور وللأسف إحنا ما عندنا مشكلة إحنا الحكومة الموقرة نثق في جلالة الملك ونثق في رئيس الوزراء وبالأخص رئيس الوزراء كان هو الرائي الأول للصيادين وفي كل جلسة يسأل عن الصيادين ولما ارتفع الديزل قال الصيادين ما يرتفع عليهم الديزل لأنه ما يتحملون ونحن نطلب منهم وغفرون أمر غداي لكن المسؤولين حجبوا علينا أن نصل إلى القيادة السياسية وأشكركم على الاستماع وسامحوني لأن الأمور تحتاج حق توضيح وتحتاج حق تحتاج حق أدلة والأدلة موجودة ولكن لا يتسع على أساس ما نهضم حق الآخرين ومع السلامة شكرا شكرا لكلمة لأستاذ أحمد منصور بس نحييك على هذه المداخلة ويعني فعلا أنا عطيت المجال أزيد من الآخرين نسمح منهم يعني بس الموضوع ذو شجون إن شاء الله راح نخصص ندوة خاصة عن هذا الموضوع بنطيكم في كل المجال لأن تسترسلون وتشرحون وضعكم وخلى الكل في البلد يعني يعرف وش اللي صاير والكل يتضامنوا إياكم أستاذ أحمد منصور تفضل أنا بعد بدوري بسال خير بدوري بعد أحيي الصيادين وأشد على إيدهم وأشجعهم والمفترض يقفون وفي كل محفل لتحقيق هذا الغرض النبيل وأشكر طبعا نائبيننا العزيزين خصوصا ما استعرض أستاذ أبو سلمان بعض الأربعة أو الخمس النقاط هذه مهمة وبالنسبة للحمة الوطنية التركيز على اللحمة الوطنية بعد يعني طبعا مداولات وبعد شغل هادئ وعمل بين أعضاء المجلس ومثل ما قال أخونا علي صالح يعني تحتاج إلى لوبي وتشكيل يعني أنا ما أعتقد يعني تغيير الكتلة بقدر ما يعني عمل كتلة من داخل المجلس وتقدم مو نسبة إلى التقدم بالأحرى لا يعني تقدم تقدم تطور في الحياة المهم أنا عندي سؤال واحد إحنا كنا في السبعينات طبعا السبعينات واللي سمع محاضرة الدكتور علي فخره عن البطالة وعن البحرنة وعن يعني هاي الغمور كانت متداولة إحنا أول ما طلعنا وإحنا شباب ودي وقمنا باضرابات واحتجاجات ويعني حصلنا على يعني ونود ودي وفي بعض طبقات يعني علي فخره قال أنا وجدت أن المستشفى ووزارة الصحة تغفف بالهنود وب يعني بعض الجنسيات وكذا وبتلازم منها فأنا في سؤالي هذا هل يحتاج دائما البحريني أو يعني البحرنة إحلال البحريني محلي الأجنبي إلي لازم تشريع يعني هناك واضح ويسميه بالاسم بالضبط يعني أنا ما أعتقد أنا بحريني كنت إهني ومت إهني وعندي جنسية إهني وأجدادي وأجداد أجدادي وأنا تحت مضلة هاي البلد بطبيعة الحال بشكل بديه لازم لهذه الحقوق يعني مو لازم أشرع لازم أطلع قانون جديد إحلال البحريني وإحلال البحريني لا فأبغي يعني إذا تتكلمون في هذا المجال بالأخص الأستاذ أبو سلم شكرا السلام عليكم تحياتي لنا بين الأخوين وأنا انتظرت كثير على أساس أن أتكلم شوي بس في ملاحظة أو ملف مهم جدا وهو التجنيس يعني اللي لاحظت أن كل الأمور اللي ذكرتونها من تحديات وبلفات تخص هذا الملف إذا هذا الملف ما نحل ما راح تنحل كل أموركم شكرا شكرا ما طلبت شكرا 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 لجميع ندخل في أسئلة حقيقة واحد أول شي طبعا بالنسبة لموضوع اللائحة الداخلية أخذوا سلمان هي اللائحة الداخلية عبارة عن قانون يعني أي قانون نستطيع نعادله صحيح في آلية تعديل القانون وهو تقديم مشروع بقانون وتقديم إلى المجلس وإجراء عن الإجراءات بس وش مهم بعد أن يكون هناك فيه موافقة من مجلس النواب ثم تتبع موافقة قمد الشورى إلى أن يصدق على المدى هذا يعتمد على المدى مكانية التمرير ما بين النواب يعني التوافق عليه يعني الكائي قانون أيضا حتى مثل ما قال أخونا على الصالح محتاج لتعديل الدستور يعرف عن نشكية خلافية في بعض الأمور مدى التوافق في النواب هذا وهذا اللي يعني وأعتقد إحنا أكدنا في بلاي الحديث تحديد الأولويات وإن الإمكانيات لأنت تتحقق فيها اختراقات تدخل في نقاط ما تستطيع تحقق فيها اختراقات وبتقف بتقع تصارع في النهاية محصلة متدنية أو لا شيء أعتقد التركيز على المحصلة إحنا معي ما نبع أن هناك ملفات مهم تعديل فيها مهم أن تقدمها إلا أن عليك أن تختار الملفات التي تستطيع أن تعمل فيها اختراقات ومن خلالها تبني مواقف متقدمة أكثر بالذات في موضوع أخي لسأل حول العمل التعديل رفيقنا أحمد منصور أعتقد انتراق من المد الثلاثة عشباء جال في الدستور لتؤكد على مسؤولية الدولة في توفير فرص عمل للمواطنين وطمان عدالة شروطه إذين إحنا شفنا إن في التعديل قانون في قانون عمل في مادة 13 أيضا بعد مخدأ نفس الرقم تعطي الأولوي العام البحريني ثم العربي ثم الغير عربي شفنا في 2012 لما عد للقانون وزيلت هذه المادة بدواعي فتح السوق وما لذلك وما أدى إلى حقية أو استطاع أن أي صاحب عمل أن يستورد أي عامل أو يجيب أي عامل أو وظف أي عامل من دون أي حاجز أو رادة بالعكس أنا أعتقد تنظيم أي إجراء معين محتاج إلى قانون في مثلا يقول من أمر قال من هاني القانون هو يحدد وليذلك هناك مشروع بقانون في الوقت الحالي مقدم إلى المجلس النيابي بإضافة مادة تؤكد على أهمية أن كل صاحب عمل يرغب في توظيف أي عامل أن يرجع إلى وزارة العمل في ما توفر البحريني دول كفاءة أو دول مهارات المعينة المطلوبة عليه توظيفه في التسعينات لما بداية أزمة التسعينات أصدر صاحب السمو الملكي رئيس وزارة بعض القرارات التي حددت نسب في بعض القطاعات المعينة نشوف في الوقت الحالي يتم تجاهلها وبداع فتح السوق وخاصة بالدات من التنمية الاقتصادي بقرارات التي صدرت أخيرا فتح السوق لم يضرب فقط بالعمال البحرينية للتسمة نحن رأينا حتى صاحب العمل المتوسطين وما لذلك صاحوا وعلى صوتهم من خلال ما يعانوه من فتح السوق بهذه الطريقة لا يوجد نحن دولة كل وحيدة إلا دائما نتشدق بأن نوفر الحياة الكريمة إلى العمل الواطن وهذا شي جيد بس لكن على حساب من على حساب العمل الوطنية أعتقد نحن في بداية عملنا عملنا على استبيان بالفعل أشار الدكتور محمد الكويتي إلى قضايا بالفعل تم تجاوب أعتقد مجتمعي معها جيد وساهمت في إثارة موضوع البطالة وتبعاتها وعلى الرغم من هناك لا زال هناك في بعض المعنيين في العمل من جهة رسمية يتحاشون مثل ما يقولون ذكر الحقائق حل نسب البطالة لأن نعتقد بأن بالفعل نسب بطالة كبيرة هناك فشل في برامج التوظيف في البلد هناك فشل في برامج التدريب ليس فقط التدريب إلا هم يتحججون فيها بالنسبة إلى موضوع وهذا يقيدنا إلى التعليم مثل ما أحد الأخوة تسأل بالفعل التدريب هو جزء الشخص يتدرب ست وسبع كمان سنوات ولا يقبل في سوق العمل فماذا يعني هذا أدما نتحدث عن خدمات صحية ليس فقط عن الأدوية أدما تحدث ديوان رقاب المالية يقول إن الإنسان إذا يروح الطوارئ كم ساعة على ساس خلعات الطبيب أدما نتحدث عن نقص السر نحن لا نتهم هذا الوزيع يقول تكرار رجعوا للباب الخامس في ديوان يعني وهذا مهم ما أعتقد أي واحد يقرأ تيوان رقاب المالية اترك كل ما كتب قدام وارجع بس للباب الخامس هو المخالفات المتكررة ديوان رقاب المالية عندما يصدر يصدر في جون في شهر 6 يسلم إلى المجل نيوبي في نهاية السنة بس هو صدر يراجع فيها الإدارة أو الوزارة أو الهيئة المعنية بأكثر من مرة يرسل لهم بالمخالفة يجتمع مع المسؤولين أكثر من اجتماع لما يأتي سنة ثانية ويأكد على أن هذه المخالفة متكررة يعني طاف عليها أكثر من سنة ونص هذه المخالفة لم تعالج أو أن هي كررت إذن نحجر المخالفة عن وزارة الكهرباء والماء بتوظيف غير بحرينيين بما بدون إعلان داخلي بدون إعلان في البحرين هذا يذكر هذا قبل مالي الأخير يعني أنا ما أتحج من عندي وإنما فإحنا نما نتحدث عن بالفعل قضايا أزمة في العمل نتحدث عن تدني خدمات صحية وخدمات تعليمية ليس نقول إحنا سلمان تفضل شكرا شكرا لأخوة المتداخلين وصحاب الأسئلة أنا بشكل سريع أبو فهد رد على كثير من الأسئلة أنا بحاول أرد على باقية الأسئلة من قدر المكان طبعا عندنا الأخ عارف المحرقي يقول أن سد العاج والدين العام وتسريح الموظفين نقص الأدوية بالفعل هذه قضايا أساسية يعني مسألة أنا ما قدرت تدخل في التفاصيل عن الدين العام برنامج عمل الحكومة وبشكل مستفيض يعني وبالتالي لما نتكلم فيها بنتكلم فيها بشكل موسع أكثر ممكن في ندوات قادمة لكن أعطي بس مؤشر بسيط أن أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة كان انتقاد النواب لطريقة تطبيق الحكومة للضرائب بهذه الصورة غير المدروسة وكذا في بعض جوانب الرد رد وزير المالية تعديدا وزير المالية يتكلم عن أنه الحكومة من ابتداء من ضريبة السلع المنتقى وإلى رفع الدعم عن المحروقات واللحوم ووصولا إلى ضريبة قيمة المضافة حسب كلام وزير المالية أن الدولة استطاعت أن توفر أكثر من 854 مليون دينار طبعا هذا المقابل لهذا الكلام طبعا الوزير المالية كررها المرة في مؤتمر في لقاء مع لاغارد رئيس صندوق النقد الدولي أنه أيضا الدولة بسبب هذه الخطوات التي اتخذتها استطاعت أن تقلل من العز بمعنى أن وفرت المزيد من الأموال لسد العز تعرفون أن العز لدينا 1.3 مليار دينار وبالتالي هو الآن يعني يفترض حسب الرأي الرسمي أن الحكومة لا تشاهد طريق الصحيح أنها تتوفر أموال لسد العز وهذا خطوة على حسب رأي الحكومة أنه خطوة تمشي مع برنامج التوازن المالي الذي تتبنى الحكومة يعني أنا لا أريد أن أعلق على هذا الموضوع لأن هذا الموضوع ستكشف الحقاق في الأيام القادمة أثناء الميزانية وأثناء الحساب الختامي كل هذه الأمور ستبين الأمور أكثر مضوح أكثر من كلام الإعلام أكثر من كلام الوزير لكن إذا أردنا أن نصدق هذه الحقيقة جيد أنه كان بالإمكان أنه فرض ضرائب لكن ليس على حساب المواطنين أنا هذا الكلام قلت بشكل واضح في أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة وأثناء أيضا الجلسات مجلس النوار وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة كان عندها خيارات عدة هي راحة الخيار الأصعب أو الأسهل بالتحديد الأسهل اللي يعني جيوب المواطنين كان الطرح اللي طرحنا ولازم نطرحها باستمرار ورح نطرحها أيضا أثناء مناشطة ميزانية أن يمكن للحكومة أن تفرض ضرائب لكن ليس على المواطنين بهذه الصورة غير المدروسة تستطيع أن تفرض على مثلا دخل الشركات المصانع شركات الاتصالات الشركات الكبرى في البلد وهذا راح يغطي كثير من العيس في ميزانية الدولة لكن الدولة لم تتجه إلى ذلك أنا لم أجد أي جواب لدى الحكومة حتى هذه اللحظة الحكومة تحاول أن تبتعد بعيدا عن الإجابة عن هذا السؤال مع أنه طرح سهل جدا وبالإمكان بإمكان الشركات أن تحل جزء من المعضلة المالية في البلد الأستاذ محمد الكويتي أعتقد أن تتكلم عن بالفعل هناك طرح البطالة في الفترة اللي شهرين لمضوا من قبل المجلس من قبل وسائل التواصل من قبل المجتمع أخذ بعد كبير ويجب أن يستمر الشيء الجيد أن نتجاوب سمو رئيس الوزراء مع هذه القضية من خلال أكثر من تصريح وأخيرا تجاوب سمو ولي العاد أيضا من تصريح لسبوع الماضي ونعول كثيرا على أن بالفعل يكون هناك تفاهم المسألة ليس مسألة تكسر عظم بالنسبة لأي طرف المسألة مسألة أن هناك معضلة وطنية بحجم البطالة وعلى مستقرار الاجتماعي لا سمح الله ونحن لا نبغي هذه الأمور توصل أعتقد بإمكان السلطة تنفيذية أن تبدأ مشوار يعني انتقادي الواضح إلى وزير العمل في هذا الاتجاه لا يأتي من جانب شخصي يأتي من جانب مهني عندما تتكلم على مدى أكثر من 20 سنة وتقول لي أن قضية البطالة أو معدل البطالة 4.3 والآن صار 4% هذا كلام يعني سوري أنا أقول لك كلام غير علمي وغير مدروس وغير مسؤول حتى لأن قضية البطالة أحنا أولاد البحرين ونستشعر مشكلة البطالة بشكل أكثر يعني حدة في المجتمع البحريني الآن وبالتالي أنت كوزير عمل أو كسلطة تنفيذية على أساس تبدأ في إيجاد حل لقضية ما سواء كانت البطالة أو الإسكانة أو الفقر يجب أن تخلي القضية بوضوح أمامك وتسعى للحل أما أنت يعني تغلف هذه القضية بشعارات وبنسب مغلوطة وتفكر أنت تجاوزتها سوري يعني أنت قاعد تغالط نفسك قبل ما تغالط الآخرين ومسؤوليتك تحتم عليك أن تجد حلول أو تسعى لحلول مع المجتمع مع الدولة مع الجهات المعنية أما أنت تجاوز فقط بشعارات لا تصلح حتى للاستهلاك اليومي هذا غير مقبول الأستاذ مونير السوري ذكر أن هل لديكم خطة استراتيجية للتعاطي تعاون مع الحكومة في التعليم والصحة والفساد طبعا نحن نتعامل كمجموعة وأيضا كمجلس نواب هذه الملفات هي على رأس أولوياتنا يمكن تابعتهم في الفترة الأخيرة نحن عندنا لقاءات مكثفة مع وزراء المعنيين بالقضايا الأساسية الإسكان التعليم الصحة وهذه طبعا اللقاءات مو لقاءات تشريفية ولا عرضية يعني لقانا الأخير من قبل أقل من أسبوع مع وزيرة الصحة استغرق ممكن نحن كنا مجموعة من النواب استغرق أكثر من ساعتين ونص ساعتين ونص نحن مقاعدين نشرب قهوة معها نحن قاعدين نناقش أدق التفاصيل المتعلق واليوم تصريح مع وزيرة الصحة في هذا الجانب يبين ناقشنا العلاج الأدوية تدني الخدمات في السلمانية توظيف الأطباء البحرينيين توظيف الممرضين البحرينيين تراجع الخدمات على مستوى الدولة في جانب الصحي الخريجين الجدد ماذا سيتم التعاطي معاهم ميزانيات الأدوية كيف ستعاطى الدولة مع الحجم النمو السكاني بالنسبة للخدمات السكانية المقدمة توجه الدولة للفترة القادمة خلال مثلا بعد فرح برنامج الضمان الصحي كيف سيكون هاي أمور تفصيلية وراح نناقشها أيضا خلال جلسات موسعة في المجلس مسألة يعني الساعة لصالح بمهنة لي طرح قضية بس قبل هذا في الأخ لي طرح مسألة التعامل بشكل جزي مع القوانين الأخ المحامي هنا تعديل بعض القوانين أو المواد بشكل جزي سواء جنسية أو قانون العمل أنا أتفق معاك بالفعل قانون العمل نتجه أيضا نحن كمجموعة ومعانا أيضا مجموعة من النواة نتجه إلى تغييرات في قانون العمل وغيرهم القوانين الأخرى راح يأتي وقتها في تعامل جزي على الأقل مادة مادة وليس قانون قانون يعني قانون العمل مثلا مثلا ما ذكر رفيق فلاح يعني في 2012 أزيلت أهم مادة في قانون العمل وهي اللي تعطي البحرين الأولوية في التوظيف وهذا أيضا مشكلة أيضا عندما تغيب المعارضة عن البرلمان تغيب القوة السياسية وتغيب مؤساة المجتمع المدني وتغاضي عن أهم قضايا تخص الناس ليش تلغى المادة الأساسية في قانون العمل اللي يتأكد على أولوية البحرين في التوظيف لغية هذه المادة الآن علينا مشكلة أساسية أننا نعيدها من جديد وتعرفون هذا التشريع مهم يحتاج وقت بهذه الطريقة نخسر كثير من المكتسبات للأسف علينا ننتبه لأنه بالفعل مو بس القيمة المضافة اللي فعلها البرلمان السابق ودمر السالفة علينا البرلمان اللي قبلها أيضا في 2012 ألغى العمل وغيرهم ونحن نعاني اليوم اليوم سوق العمل فيها أكثر من 75% من العمالة أجنبية وزير العمل وزارة العمل تطلع وتقول لي والله إحنا يعني كأننا نجاز في 2018 هناك 54 ألف أجنبي مقابل 5000 بحريني يبقونا نصفق لهم يعني 54 ألف أجنبي في سوق العمل مقابل 5000 بحريني والله خش أنا لو وزير لو وزير ما أستحية أقول هذا الرقم صراحة يعني هذا هذا إنجاز هذا نفس الشعار اللي يقول لك البحرين أفضل دولة للأجانب لماذا ما تقول البحرين أفضل دولة لمواطنيها يعني هذه المشكلة الأستاذ علي صالحي يتكلم عن تكوين كتلة تقدم والتقوقع الحزبي في تسمية الكتلة لا أعتقد هذا يمكن كلام شوية يعني ما يصح لأنه يعني وعلى أقل أحترم رأيك أستاذ علي بس يمكن هذا ما أخود من بعد آخر لكن البعد الحقيقي للموضوح هذا بالفعل نحن على مستوى المجلس كمجموعة نحن دخل الانتخابات باسم كتلة تقدم وهذا واضح نحن مدعومين من المنبر التقدمي نحن أضاف المنبر التقدمي وهناك أيضا مجموعة من العناصر التي دخلت مدعومة من المنبر التقدمي لكنها ليست أعضاء وموجودة الآن في البرلمان وهذين طبعا نشكلون ويانا اليوم تحالف جيد تمنينا أن الآخرين أيضا يوصلون لكن نحن أيضا منفتحين وقلناها من اليوم الأول داخل المجلس أن نحن لسنا متمسكين باسم كتلة تقدم نحن كنا دخلنا المجلس 2002 بكتلة النواب الديمقراطيين وكان يمكننا نسميها كتلة تقدم أو المنبر التقدمي أو المنبر الديمقراطي التقدمي لكن أيضا أصرين من ذاك الوقت أن نسميها كتلة النواب الديمقراطيين ونحن أيضا على الأخوان النواب الموجيدي معنا الآن نشتغل معهم في ملفات مشتركة ونحن نفتحين على التسمية بحيث أن تكون تحت أي مسمى جامع ليس حصرا يعني لسنا متمسكين بتقدم المنبر التقدمي موجود وهو حزب سياسي عريق لكن كعمل برلماني بإمكاننا نستمر في تقدم وإمكاننا أيضا نفتح على موضوع أو اسم آخر وأعتقد تعديل للصلاحيات مثل ما ذكر أبو مهند يحتاج لوجود كتلة بالفعل يحتاج لوجود كتلة ويحتاج لوجود كتل متعاونة بعد الكتل داخل المجلس تحتاج إلى تعاون يعني وانت عليك تشوف خارطة المجلس وتتأكد أن هل بالإمكان يعني أي نوع من التعاون يمكن أن يكون هذا مهم لأن اليوم فيه إمكانية تعاون في بعض الملفات لكن أيضا في بعض الملفات يمكن ما تستطيع تتعاون فيها لاتبارات لها علاقة بالخريطة الجغرافية للنواب والأمور هذه ويمكن لما أثرت مسألة التجنيس هالمرة في الأسبوع الفايت هي تظهر جزء من الواقع أن هناك يعني مثلا بعض الأخوى النواب لا يريد أن يتحدث في التجنيس بس بالنسبة لنا إحنا بالنسبة للمبر التقدمي وقائمة التقدم لا مسألة التجنيس الأساسية هل بنترحها بشكل إحنا نريده ولا بشكل أفضل يعني شكل مغاير أو مع من سوف نطرحها هذه أنا أعتقد مسارات العمل اليومي راح تفرض علينا أسلوب التعاطي معها الأستاذ عيسى سعد يقول أين هي الفرص ولماذا لا تكون الحكومة لديها ميزانيتها وأفضل بالنسبة للمشاريع الفرص أنا تحكيت فيها تكلمت عن الفرص التي أمام الحكومة مثلا تكلمت أن أمام البرلمان فرص كبير للنجاح في أولا مسألة استعادة اللحمة الوطنية بإمكان الملفات المعيشية الجامعة التي يجمع عليها كل شعب البحرين أن تلم الناس مع بعض وتلم القوى السياسية مع بعض تلم المؤسسات المجتمع المدني بعض بحيث أن يكون فيه مزاج آخر مزاج شعبي آخر يتعاطى ولو انطلاقا من الملفات المعيشية لينطلق ملفات أكبر سياسية مستقبلا وغيرها الملف المعيشي الإسكان البطالة القضايا هذه قضايا الصيادين لماذا قضية الصيادين أخذه بعد؟ دعنا نكون وارحين الصيادين الذين يتحركوا على الملف هذين ليس من سترة من سترة ومن المحرق ومن قلالي ومن زلاق ومن شارع البديع هذين كلهم بحرينيين يشتغلون على قضية وطنية قضية معيشية هذا هو العمل أنا أعتقد الذي يؤسس لتعاون مجتمعي خلاق ما نستثمر سياسيا؟ هذه القوى السياسية عليها الدور فيما بعد ونعتقد هذا ممكن والقضايا الأخرى إذن البطالة اليوم أنا شيء جميل في الموضوع يعني أنا أتذكر في 2002 لما كنا نطرح البطالة كان هناك من يتحسس من البطالة لما جت 2011 أيضا زادت الحساسية بمسألة البطالة من جانب الطائفي للأسف الآن أنا أقول لكم بكل صراحة النواب بدون استثناء يتعاطم مع مسألة البطالة كبعبع حقيقي يمثل خطر على الجميع وبصدق صراحة اليوم الجميع من دون استثناء من المحرق إلى الرفاع إلى الحد إلى عالي إلى الإدراس يتكلمون عن هذه القضية كقضية وطنية عن شنو؟ عن شنو؟ على بالنسبة حد وفطالة نحن نشتغل فيها وأسئلة موقف موقف ماذا يعني؟ يعني أنتم مون موقف يعني ما ينخلوا حتى الاجتماع لو صراحة لا يعني أبو بدر يعني الموقف اللي إحنا ماخذيناه كنواب بشكل عام أنا أتكلم اليوم على الأقل فيه ثمانية أسئلة موجودة الآن من إقرار برنامج الحكومة لحد الآن تسعة وتسعين في المئات تعلق بالبطالة ومن نواب مختلفين قضية الممرضين البحرينيين طباء البحرينيين قضية الخريجين الهندسة الطيراء البحرينيين قضية الطيارين البحرينيين قضايا أخرى أيضاً تطرح بشكل جماعي من قبل الجميع ويتكاتب قضية طلاب الصين الجامعات الصينية على فكرة أنا أتمنيت الأستاذ إبراهيم الفيع موجود عشان أتكلموا معكم فيها هذه قضية أيضاً مطروحة من قبل الجميع وشفتون المجلس شو نتعاطى معاها بجدية وأحالها للجنة علشان تدرسها بشكل ما هذا وترجعها خلال أسبوع بالعكس هذا أفضل حتى من الاعتصامات التي ذكرتها أبو بدر لأن هذا عمل حقيقي في ملفات وأرقام وحقائق وهذا وعنا شغالين عليها بالطريقة وأنا أعتقد هذا شيء زين مزاج يجب أن الشارع يسند النوافي لأنها تنعكس على كل بيت وعلى كل أسرة وعلى المجتمع بشكل عام لأن أنت ما بتقدر تهيئ المزاج الشعبي لحالة أفضل من اللي احنا فيه من قسام وتفرق إلا لما تكون قضاياننا وحدة ونعتقد قضاياننا اليوم وحدة وتتجه تكون أفضل يعني عساس لا أطيل أيضاً اليوم عندنا الأخ أحمد بنصول يتكلم عن هل نحتاج بالضرورة التشريع واضح نعم مثل من كلامي أنا أقول لك نحتاج التشريع واضح عشان البطالة المسألة لا تأخذ بحسن نوايا إذا أخذنا الوضع البطالة على سبيل المثال بحسن النوايا الآن انت شفت العمالة الأجنبية لأن أزيلت مادة تعطي الأولوية للبحريني من قانوة العمل أصبحنا اليوم أقلية في سوق العمل بالتالي أنت تحتاج إلى تشريع تحتاج إلى تشريع تحتاج إلى تأكد على التشريع بالتوازي مع التشريع تحتاج إلى إرادة سياسية أيضاً وإرادة مجتمعية أنه لما أتكلم عن التشريع لا يجب أن تنتظر الحكومة أو ينتظر البرلمان لإقرار المادة عشان نبدأ في البطالة هذا أنا أقول لك بالتوازي بالتوازي تستطيع بوجود إرادة شعبية ومجتمعية من السلطتين تنفيذية وتشريعية أن تمشي في هذه الملفات بالتوازي حتى بدون وجود التشريع لكن التشريع ضروري أنا أعتقد أكتفي بهذا وتقرير ديوان رقابة المالية عموماً أنا تكلمت فيه وهناك الكثير من الأسئلة التي الآن توضع من خلال التجاوزات التي داخل تقرير ديوان رقابة المالية شكراً شكراً أبو سلمان أنا أعتقد التحديات واضح مثل ما ذكرتونها كبيرة ولكن الآمال أيضاً أكبر سعيد جداً بالحضور المتنوع اللي كان موجودين اليوم والمساهمات والمداخلات من الأخوة الحاضرين شاكرين لكم حضوركم وشاكرين إلى المحاضرين صبحون على خير شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم